موسيقى السلام عليكم يعيش العالم العربي والإسلامي على وقع فتنة مذهبية لم يسبق إليها في تاريخه حتى في مراحل الانحطاط وحكم الطوائف والممالك والتبعية للمركزية الغربية وأصبحت الجغرافية الإسلامية الممتدة عرضا من طنجة وإلى جاكرتا عرضة للحريق المذهبي والطائفي الذي باتت لديه منابر علمائية ومحطات فضائية وتيارات سياسية ودور نشر ومؤلفات ومواقع تواصل وصفحات في الشبكة العنكبوتية الانترنت تكفير وتكفير مضاد فتنة وفتنة مضادة قتل وقتل مضاد كل ذلك عطل حركة التنمية والوحدة والتلاقي ومواجهة الأعداء الاستراتيجيين للعرب والمسلمين وقد أصيبت حركة التقريب بين المذاهب الإسلامية بنكسة خطيرة وأبرز مصداق لها لهذا الانهيار الدم المراق في مصر وتحديدا في مدينة الجيزة عندما سحل مصري وأقرباؤه على يد إخوة الدم والتراب في هذه اللحظة العربية والإسلامية الحرجة بات ضروريا أن نسأل عن التقريب بين المذاهب الإسلامية أين أصبح؟ ولماذا أخفقت هذه الحركة في الواقع العربي والإسلامي؟ هذه الملفات وغيرها نناقشها مع الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية الشيخ آية الله محسن الأراكي مرحبا بكم شيخنا العزيز مرحبا بكم يعني عندما نتأمل واقع الحريق في العالم العربي والإسلامي وهذا الصراع الطائفي الذي بات مصداقا في أكثر من جغرافيا عربية وإسلامية يتساءل المسلم العربي أين التقريب بين المذاهب؟ ولماذا لم يسري بين الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين وصحبه الميامين الواقع ينبغي أن ننظر إلى المشهد الذي أردتموه الآن من زاويتين من زاوية إيجابية والزاوية الإيجابية تقول أن أمتنا اليوم تعيش مخاضا مخاضا لكي تدخل مرحلة جديدة من النمو من النمو الفكري من الاستعداد للقيام بمهمات كبيرة جدا في العالم الإنساني ومن طبيعة كل ولادة جديدة خاصة إذا كانت الولادة الجديدة ولادة لحدث مهم ولتغيير أساسي وجذري لكل ولادة مخاض ومخاض هذه الولادة لابد أن يكون عسيرا وما نشهده اليوم على ساحتنا الإسلامية من الصدام الفكري إنما يعبر عن هذا المخاض كأن هناك نباتا جديدا بدأ ينمو في أرض أمتنا الإسلامية وفي تربتها وهذا النبات الجديد لا شك أنه يواجه مقاومة هذه المقاومة لا بد أن تجعل من هذا الصراع بين هذا الوليد الذي ينمو وبين الأوضاع القائمة التي هي أوضاع لا يحسد عليها لا تحسد عليها بشكل عام أمتنا لا بد أن يتولد من هذا الحدث الجديد هذا القادم الجديد لا بد أن يسبقه هذا المخاض العصير وهو صراع بين القديم والجديد أو بين من يريد أو بين التيارات التي تريد أن تحافظ على الوضع القديم وبين هذا الوليد الجديد الذي يريد أن ينفذ عن نفسه قبار ذلك القديم القديم الميت القديم الجامد القديم المتخلف لكن شيخنا قبيلا تنضي إلى بقية الملفات هذه النبتة هذه الشجرة التي أشرت إليها عمرها 1400 سنة وفي تاريخنا الإسلامي الكثير من نقاط التلاقي ونقاط الصبام أيضا أيحتاج المسلمون إلى أكثر من هذا التاريخ حتى يوحدوا منطلقاتهم لا نقول في العقيدة أقل أن القواسم المشتركة ينطلقون منها لمواجهة التحيديات الكبرى في العالم الإسلامي يعني إذا نظرنا إلى تاريخ تطورات في المجتمع الإسلامي لا بد أن نلتفت إلى أن هناك حدثا ظهر في عالمنا الإسلامي قبل لا أكثر من 100 سنة وهو حدث انهيار الحضارة الإسلامية وانهيار البنية الإسلامية بنية الأمة الإسلامية مهما كانت هذه البنية ضعيفة ومهما كانت منخورة لكنها كانت بنية قائمة نعم هذه البنية المنخورة انهارت ومن آثار هذا الانهيار أولا هذا الانشقاق وهذا التوزع بين الدولة الإسلامية تحولت إلى دولات صغيرة إلى دولات باتجاهات مختلفة ومن آثار هذا الانهيار انبثاق الدولة الصحيونية في قلب عالمنا الإسلامي واستيلائها على أرضنا وعلى بلادنا وهتكها لكل الحرمات التي لا بد أن ندافع عنها كأمة إننا لم نستطع أن ندافع عن حرماتنا هذه معنى ذلك أنه لم تكن الهوية الإسلامية موجودة وقائمة لو كانت هناك هوية إسلامية لو كانت أمتنا ولو كانت حضارتنا ولو كنا كمجتمع متماسك يملك الهوية وشخصية الاجتماعية التي ندافع بها عن مصالحه وعن وجوده لما استطاعت دولة الشتات الصحيونية أن يجتمع من مختلف نقاط العالم وأن يشكل دولة ثم يطردنا عن أرضنا ويطردنا عن بلادنا ويسف اجتماءنا ويستحل كل حرماتنا ونحن ما زلنا بعد أكثر من ستين سنة لا نملك عن أنفسنا دفعا ولا نملك لها هنا ذكرت شيخنا قضية قد تبدو شائكة في الخطاب الإسلامي وقلت أن غياب الهوية الإسلامية أفضى إلى التشتت إلى الضياع لكن في ذلك الوقت بداية القرن العشرين ظهر في مصر مصلحون امتال محمد عبدو وجمال الدين الأفغاني في إيران كان العديد من العلماء الذين كانوا يتصدون لشهن شاهية في العراق كانت ثورة العشرين التي قادها علماء النجف بمعنى كانت هناك إرهاصات لتشكل هوية إسلامية وضحت المعالم صحيح هي إرهاصات كما ذكرت يعني هي إرهاصات يعني كانت تعبر عن أن هناك أمة إسلامية مسحوقة تريد أن تحيا ولكن لم تكن هناك حيات بالفعل لكن كانت هناك ظواهر وعلائم لإرادة هذه الأمة لكي تحيا هذه الإرادة بدأت شيئا فشيئا تقوى وتقوى إلى أن ظهرت بوادرها في الثورة الإسلامية في إيران ثم في الحركة الإسلامية في فلسطين وفي لبنان وفي مصر وهذه التحولات التي شهدناها وبدء العد العكسي للوجود الإسرائيلي في المنطقة وانتصارات هزب الله ثم انتصارات حماس والجهاد الإسلامي في غزة كل هذا كان يعبر عن أن الأمة التي سحقت والأمة التي هدرت هويتها وسحقت هويتها بدأت تحيا من جديد لكن في 2006 عندما أنجز حزب الله ذلك الانتصار التاريخي باعتبار الشكناز الذي قال لقد خرمن السيد حسن نصر الله بدأت الأمة تنحدر وتخرج من دائرة الصراع الإسلامي العربي الصهيوني إلى الصراع السني الشيعي وهنا العمود الفقري الذي نحاوركم فيه إذا سمعت التقريب بين المذاهب الإسلامية وأنتم تشرفون على الأمان العامة لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية بدأ فكريا وعمليا في الخمسينيات مع نواب صفوي مع حسن البنة مع بعض مشايخ الأزهر منهم الشيخ محمود شلتوت يعني بعد الحركة الصهيونية بدأت سن 1889 قالت يدور هيرجزل في كتابه الدولة العبرية سنؤسس دولة الصهيونية بعد 50 سنة تأسست نحن بعد نصف قرن أين أصبح التقريب بين المذاهب فضائيات تكفر المسلمين الدعوة إلى التقاتل بين المسلمين التغني بذبح المسلم للمسلم ما الذي حققناه شيخنا الفاضل هناك ثلاث مراحل لمشروع التقريب المرحلة الأولى هي مرحلة الخطاب التقريبي وترويج الخطاب التقريبي يعني كانت أمتنا يوما ما أمة أصيبت بهذا الذي ذكرناه من حالة الموت أو حالة الانهيار الكامل فقدت كل مقوماتها بدأت البداية بداية حياة هذه الأمة بدأت بمشاريع إحيائية مشاريع نهضوية من جملة هذه المشاريع النهضوية مشروع الخطاب التقريبي والخطاب الوحدوي هذه كانت بدايات العمل التقريبي في أمتنا الإسلامية واستطاع هذا الخطاب التقريبي أن يسيطر على مجمل العالم الإسلامي وبالتدريج رأينا أن خطاب التقريبي استطاع أن يسيطر ويهيمن على كثير من مراكز الثقافية والعلمية والدينية حتى أننا وجدنا أن مؤسسات ثقافية كبرى دولية كمؤسسة الأيسسكو مثلا بدأت تهتم بمشروع التقريبي وأصدروا دراسة قيمة في هذا المجال وأسسوا لجنة خاصة وقسم خاص لهذا الصدد مؤسسات تقريبية بدأت تتأسس اجتماعات أو اتحاديات علمائية واتحاديات ثقافية ونخبوية بدأت تتشكل في نقاط مختلفة من العلم الإسلامي كلها ترفع لواء التقريب وكلها تنادي بالتقريب هذا كان يعني أن خطاب التقريب إذن بدأ ينتشر وهذا نعتبره إنجازا لمشروع التقريب المرحلة الثانية هو التنظيف لهذا التقريب ما معنى التقريب ماذا نقص بالتقريب ما معنى الوحدة الإسلامية ما هي ضرورات الوحدة الإسلامية ما هي التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية والتي تفرض علينا أن نقوم بمشروع التقريب وكيف يتم التقريب وكيف هي آليات التقريب مجمع التقريب خطأ خطوات كبيرة جدا في هذا المجال والآن نحن نملك ذخيرة من التنظير في قضية التقريب ذخيرة نستطيع أن نستفيد منها في مشاريع التقريب في كل مجال الآن نحن بدأنا المرحلة الثالثة لعمل التقريب وهي مرحلة المشاريع الميدانية وهناك مشاريع ميدانية مختلفة منها مشروع الجامعة جامعة المذاهب الإسلامية التي أسسناها قبل ما يقلب من 15 سنة في طهران منها مشاريع الإنتاج الفكر التقريبي على شكل دراسات موسعة منها مشروع المشروع الذي أنجزناه خلال أشهر قليلة ماضية مشروع تأسيس لجنة المساء الحميدة أو لجنة السلام الإسلامي هو مشاريع تأسيسية كثيرة في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي مجامع التقريب التي أسسناها في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي كل هذا يصب في ميدان التقريب الميداني طبعا نحن أمامنا تحديات كبيرة كما ذكرنا الحضارة الإسلامية نحن نعتقد سواء رضي الآخرون أم لم يرضوا سواء قبل الآخرون به أم لم يقبلوا نحن نعتقد أن الأمة الإسلامية الآن تشرف على مرحلة جديدة من التحول من التحول شيخنا توقف عند هذه النقطة عندما تدخل في الساحة الإسلامية بشكل عام وتقرأ خطابات الذين يعترضون على إيران كونها تتزعم خط التقريب والتأليف بين المسلمين هناك قضيتان تطاران بشكل كبير في كل المحافل حتى في فضايات الفتنة موقف إيران أو مذهب أهل البيت من الصحابة وأيضا موجود قبر أبي لؤلو أفيران والذي يقال أنه تحول إلى مزار باعتبارك واحدا من رواد التقريب في العالم الإسلامي أنا يهمني أن توصل رسالتك للمسلمين في خط طنجة جاكارتا وتفسر لنا الفتوى الشهيرة التي أطلقها قائد الجمهورية الإسلامية المرجع الإسلامي السيد علي خامنئي بحرمة سب الصحابة وأيضا أن مزار أبي لؤلؤة أغلق بالكامل ولم يعد له وجود في إيران لأنك عندما تطالب الآخر بالدنوي من مدرستك يطالبك بأن تخلى عوامل التوتير ضد مذهبي ماذا تقول بهذا الخصوص شيخ محسن؟ أولا الصحابة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و خريجوا مدرسته كيف يمكن لإنسان أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وبأهل بيته ثم لا يؤمن بأولئك الذين تخرجوا على هذه المدرسة نعم كان هناك خلاف بين الصحابة أنفسهم مدارس كانت موجودة هذه المدارس تألفت وتشكلت منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسه هذه المدارس كانت مختلفة اجتهادات مختلفة هذه الاجتهادات تحولت بعد ذلك لاتجاهات وإلى مدارس فكرية كلامية فقهية وكان أصحاب هذه المدارس المختلفين أحيانا يصابون بحالة من التفريط بحالة من التطرف باعتبار أنهم كانوا ناس على كل يصابون بحالات من التطرف عادة كما هو الشأن كثير من الناس هذه الحالات التطرف الجزئية لا يمكن أن تحسب على المدرسة يعني إذا وجد من يسب الصحابي الفلاني مثلا لا ينبغي أن يحسب هذا على المدرسة الشيعية المدرسة الشيعية التي أكد علماؤها وقادتها وكما أشرتم أكدها القائد السيد علي الخامني على حرمة أن ينال الإنسان وأي إنسان من أي صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن ينال من أزواج أزواجه أمهاتنا والإساءة إلى أزواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إساءة إلى الرسول نفسه صلى الله عليه وآله وسلم هذا لا يجوز أعلن علماؤنا التحريم الواضح الصريح لكن ماذا نفعل بالفضائيات التي تصر على أن تثير الخلافة بين المسلمين وربما تقولكم ما لم تريدون قوله وأن تغطي على هذا فتوى السيد الخامني فتوى علماء الآخرين لم تنشر ويحاولون تغتيطها هذا من جهة أخرى قضية أبو لؤلة هذه تشبه أن تكون تحول عنوان هذا في فضائيات الفكرة يعني واقعا هذه فكاهة من الفكاهيات أولا أبو لؤلة في روز الذي قتل الخليفة الثاني ماذا يفعل في كاشان في كاشان كانت هناك مقبرة لرجل صالح اسمه أبو لؤلة أحد الأولياء الصالحية أحد الأولياء الصالحية لا قتله بذلك الذي قتل الخليفة الثاني نعم ولكن الذين كانوا يريدون إثارة الخلاف بين المسلمين جعلوا من أبو لؤلة الذي هو متفون في كاشان بين كاشان وبين المدينة أكثر من أربعة آلاف تقريبا كيلومتر في ذلك الوقت من الذي جاء بجثة أبو لؤلة لكي يتنهى في كاشان ثم ما علاقة أبو لؤلة بكاشان على ياتحان مع ذلك بالرغم من أن القضية من أساسها لم تكن قضية موجودة لم يكن هذا الذي هو في كاشان أبو لؤلة الذي قتل الخليفة الثاني أساسا مع ذلك أمر القائد السيد الخامن يحفظه الله بإزالة هذه المقبرة حتى يزال أو حتى تقلع جذور هذه الفتنة التي يراد إثاراتها إذن شيخنا للتاريخ ولله والعالم الإسلامي يمر بمرحلة دقيقة تؤكد أن القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية ومرجعها الروحي السيد علي خامنة يحرم تناول الصحابة أو أمهات المؤمنين ولا يجوز لأي مسلم أن يتناول صحابيا أو زواجات الرسول وأن نفس هذا السيد القائد الإسلامي أزال بالكامل مزار أبي لؤلو الذي كما تقول الرواية التاريخية الإيرانية هو لأحد الأولياء الصالحين لكن دعاة الفتنة نقلوه من المدينة المنورة إلى كاشان تؤكد على هذا القول ومنذلك نقطة أخرى أيضا لا بأس أن نؤكد عليها والنقطة الأخرى هي ما يخص بوضع أهل السنة في إيران أهل السنة في إيران بعد الثورة تحولت أوضاعهم إلى أحسن مما كان علي قبل الثورة بكثير جدا صحيح أن الشعب الإيراني وهذا لا يخص السنة الشعب الإيراني في غير المناطق الرئيسية كان شعبا مهملا ومصابا بالتخلف الفكري والأميين لأن الشعب آمل كل المناطق النائية وكان يهتم بي المدن الكبرى صحيح طبيعة الحال أن هذه الحالة التي أصابت الآخرين أصابت أهل السنة أيضا كما أصابت الآخرين أصابت الشيعة والسنة على السواء ثم بدأت الجمهور الإسلامية بعد انتصارها ببناء البلد الآن البناء الذي تم في المناطق السنية بناء يعني يبهر العقول ومن أراد أن يرجع وينظر ماذا حصل في المناطق السنية كما حصل في المناطق الشيعية صحيح الخدمات التي تعطى أو التي تبذل أو البرامج التي تخطط لا تخص منطقة دون منطقة كلهم شعب واحد سواء كانوا سنة أو شيع المساجد والمدارس التي أسست لأهل السنة المدارس والمساجد التي كانت لأهل السنة في إيران قبل الثورة لم يكن يعد رقمها الخمسمائة قبل الثورة الآن أكثر من 12 ألف مسجد ومدرسة لأهل السنة عندنا في مناطق إيران في مختلف المناطق الإيرانية حتى في القرى السنية ولا توجد عندنا أساسا في إيران مسألة باسم الشيعة والسنة ولديهم ممثلون في البرلمان الإيراني أيضا ليس في البرلمان فحس يعني يشاركون في صناعة القرار السياسي الإيراني أكثر من 20 ممثل في البرلمان لكن ليس هذا فحس بل وفي ملس الخبراء مجلس خبراء القيادة وهو الملس الذي يختار القائد ثم يشرف على حاله ويشرف على جهازه ومن صلاحيته أن ينفذ في كل جزئين من جزئيات جهازه تعلمون أن مجلس الخبراء ملس خبراء القيادة هو الذي يشرف على القائد صحيح ويختاره الشعب وهناك مجموعة من كبار علماء أهل السنة هم أعضاء في ملس الخبراء يعني يشتركون في أعلى أعلى مركز قيادي في الجمهور الإسلامية وهو مجلس الخبراء مجلس خبراء القيادة وهناك لجنة هناك لجان في ملس الخبراء منها اللجنة التي تشرف على حال القائد يعني تشرف على أنه هل ما زال يحتفظ على مقومات القيادة وعلى شرائط القيادة منها العدل ومنها الكفاءة ومنها قدرته الفقهية والاجتهادية وهناك هذه اللجنة يمكن لأي عضب من أعضاء من الخبراء أن يكون عضبا فيه في هذه اللجنة وربما قولك هذا يضحض الذين يقولون بأن إيران يسود فيها مبدأ ديكتاتورية الولي الفقيه وأنت تقول الآن أن مجلس الخبراء هو الذي يحدد إن صح التعبير الكينونة أو ما هي الولي الفقيه يعني بإمكان هذا المجلس أن يزيله فيما لو نعدم الشرق من الشروط الشرعية أو حتى سياسيا عدم التقوى عدم الورع التورط مثلا في التعامل مع دولة غربية ضد الشعب الإيراني نعم بالتأكيد هذه اللجنة التي هي من لجان من لسخبراء القيادة والتي تهتم هناك لجانة أخرى مثلا تبحث عن من يصلح للقيادة غير هذا القائد حتى إذا أصيب هذا القائد بشيء يختارونه هو الآخر أو يبحثون عن مجموعة من من تتوفر في خصائص القيادة هناك لجانة مختلفة منها لجنة الإشراف على صلاحية القائد هذه اللجنة عليها أن تقدم تقريرا سنويا لمجلس الخبراء يعني هذه اللجنة تذهب إلى جهاز القائد تتكلم معه تسأل عنه إذا رأت أن هناك حاجة أن تبحث أو أن تفتش عن جهاز من أجزة القائد إذا وصل لها تقرير مثلا أن الجهاز الفلاني الذي يخضع للقائد أو الذي يخضع له مكتب القائد هذا الجهاز فيه هذه الحالة من الخلل أو هناك تخلف أو هناك شيء ينافي صلاحيات القائد حصل في هذا القسم في جهاز القائد مثلا عليهم على هذه اللجنة أن يذهبوا ويفحصوا ويفتشوا ويقدموا تقريرا لمجلس الخبراء وهذا التقرير يقدم سنويا ونستكمل كل هذه المحاور لكن بعيد الفاصل شيخنا إذا سمعت مشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا مشاهدين أهلا بكم من جديد سماحة الشيخ قبيل الفاصل كنت تتحدث عن آلية المؤسسات في إيران ربما نداخل لهذا حلقة أخرى تتحدث عن كيفية صناعة القرار السياسي في إيران لكن نبقى في موضوعنا الأساس وهو التقريب بين المذاهب وآلية القضاء على الفتنة التي ستقضع على المسلمين وتستمر ما أتعام كما يتمنى بارنار الويس صاحب كتاب الشرق الأوسط أشرت إلى أن إيران من جانبها باعتبارها مصداقا لمدرسة أهل البيت تحدثت عن احترام الصحابة عن إزالة مقام أبي لؤلو الذي لم يكن ذاك الذي قتل الخليفة الثاني وشاءت أيدي وفكر الفتنة أن ينقله من المدينة المنورة إلى كاشان بنظرك اليوم من يعمل على تمزيق المسلمين وخلق حروب الإسلامات وجعل المسلم يقتل المسلم تحت عنوان الله أكبر يعني هناك فئتان فئة من الخارج لا شك أن الصهيونية العالمية وحلفاؤها واجدت الاستخبارات التي تعمل لصالحها في كثير من البلدان الأوروبية التي تعتبر نفسها رائية للعالم الجديد هذه الفئة هي الفئة الأولى التي تشارك في هذا المشروع ولكن ليست هذه الفئة أيها وحدها هناك فئة من الداخل وهي الفئة التي يمكن أن نعتبرهم جراثيم الداخل في الواقع الداخل الإسلامي الداخل الإسلام نعم التي تعشعشت في داخل الإسلام نتيجة الأمراض الكثيرة التي تراكمت في هذه الأمة فهناك أولا أصحاب رؤوس الأموال التي ترى من مصلحتها أن ترتبط بالأجنبي يعني ترى أن الأجنبي هو الذي يحافظ على سيطرتها على منابع ومصادر الثروة ولولا أن حماية الأجنبي تستمر لها لم استطاعت أن تستمر في سيطرتها على مصادر الثروة بالأخص مصادر الطاقة لأنها هي الثربة الأساسية في عالم الإسلام فأصحاب رؤوس الأموال الضخمة التي يرون أن من مصلحتها من ارتبط بالأجنبي يرون أن هذه الصحوة الإسلامية وأن هذه الحياة الإسلامية الحديثة والجديدة الحياة الإسلامية بنصاعتها بأصالتها ولا نقصد بعض الظواهر الإسلامية التي تدعي الانتماء إلى الإسلام الإسلام كله حرية كله السلام كله تقوى كله صدق هكذا يصف القرآن الكريم الرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالدين هذا هذا الدين دين التحرير دين التحرير الإنسان من الأغلال دين العدل ودين الفضيلة ودين الأمر المعروف من المنكر لا بهذه الطريقة التي نراها مع الأسف يشويه بها المتطرفون وجه الإسلام ويشويه بها هؤلاء المتطرفون وجه الشريعة الإسلامية حينما نقصد إسلام حينما نقول إسلام ونقول صحوة إسلامية ونقول حضارة إسلامية لا نقصد هذا الذي وجدناه مع الأسف وكنا نأمل وكان كلنا أمل بأن إخواننا من الحركة الإسلامية في مصر وفي بعض بلاد العالم الإسلامي التي استطاعت أن تصد إلى الحكم أن تقدم أنموذجا ناصعا من هذا الإسلام وأن تستفيد من تجربة الجمهورة الإسلامية نحن في الجمهورة الإسلامية خضنا مخاضا أسيرا وشديدا ومضينا وقطعنا أشواطا كبيرة جدا في إخراج نظام ينسجم مع الشريعة من جهة وينسجم مع متطلبات العصر فيه تبادل السلطة تداول السلطة نعم فيه حرية تعبير فيه بناء البلد فيه استقلال فيه مشروع نووي فيه علم فيه تطور علمي الآن الآن من حيث التطور العلمي كل الإحصائيات وكل التقارير التي يصدرها المراكز العلمية الكبرى في العالم تؤكد على أن إيران هو البلد الأول من حيث النشاط العلمي وسرعة التطور العلمي والتكنولوجي في المنطق لكن شيخنا أوردت إشكالا لا بد أن نعود قليلا إلى بدايات الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979 عندما عاد الإمام الخميني من باريس وهو يحمل سيف التاريخ الإسلامي ضد المركزية الغربية وقام بنيانه كان من أوائل المهنئين تنظيم الإخوان المسلمين تنظيم العالمي والعلاقة بين إيران وبين الإخوان المسلمين كانت علاقة جيدة وإيران لا تخفي أنها تدعم حماس وحماس فرع فخد من أفخاد تنظيم الإخوان المسلمين يعني بنظرك لماذا تغيرت النظرة وتغيرت الاستراتيجية لأن هنا لا يكفي أن نتحدث عن التقريب المذهبي أيضا التقريب السياسي ضرورة لمواجهة التحديات الكبرى ضد العالم الإسلامي ما زلنا نرى وننظر إلى الإخوان المسلمين ولا جميع الحركات الإسلامية أنها جزء من هويتنا نرى أن حركة الإخوان المسلمين هي حركة خارج عن هذه المنظومة الإسلامية المتكاملة ولكن الذي نقوله أنه كنا نطمح بالنظر إلى ما كنا نعلقه من آمال كبرى جدا على الإخوان المسلمين هذه الحركة التي كانت الحركة السباقة في كثير من مجالات النهضة الإسلامية وفي هذا التحول الإسلامي الكبير الذي تشهده المنطق كنا نأمل أن هذه الحركة حينما تصد الحكم تستفيد من التجارب ولا تقع في بعض الأخطاء التي نحن نتألم حينما نجد أن حركة كبيرة كالإخوان المسلمين تصبح في موقع يستطيع مخالفوها أن يحشدوا الشعب ضدها هذا التحشيد سواء كان على حق أو كان على غير حق يعبر أن هناك خطأ في السياسة التي سلكها إخوتنا في مصر هناك خطأ يعني أنا أضرب لكم مثلا كان الشعب المصري يتوقع من الحركة الإسلامية في مصر أنه إذا جاءت للحكم تقطع علاقتها مع النظام السهوني وتتخذ موقفا صالما كما صنعته الثور الإسلامية إذا إسرائيل أغلقت السفارة الإسرائيلية في طهران وسلمت لها بعمار ياسر عرفات نعم خف كان هذا من أول ما كان يتوقعه الشعب لم يرى شيئا من هذا القبيل كان يتوقع تعلمون أن الثور الإسلامية في إيران في بداياتها أسست ما يعبر عنه بجهاد البناء نعم يعني عبأت مجاميع كبيرة ضخمة جدا من الشباب ومن الأخصائيين في مختلف الإختصاصات عبأتهم لبناء البلد ذهبوا إلى القرى ولمن لا يعلم هذا جهاد البناء صار يبني حتى في إفريقيا ومناطق العالم الإسلامي نعم ذهبوا تحولوا إلى بنات ورأى الشعب هذا الذي تجدونه اليوم مثلا أنه في الانتخابات الأخيرة في رئاسة الجمهورية الإيرانية يشترك 73 تقريبا بالمئة من الناس هذا ليس أمرا حصل صدفة أو بين عشية وضعها هذا ناتج من أن الشعب بعد 34 سنة ليس بعد سنة أو سنتين هذا الشعب استطاع أن يثق بنظامه يعني وجد أن نظامه نظام ينفعه وأنه نظام يصدق مع الشعارات التي رفعها حينما وقفت الجمهور الإسلامية بوجه أمريكا حينما وقفت بوجه إسرائيل والنظام الصحيوني صحيح أن النظام الإسلامي تحملت عبءا كثيرا وتحملت مشاقا كثيرا وتحملت صعوبات من الحصار من الحرب التي فردت عليها من كثير من المؤامرات التي تحملتها لكن الشيء الذي حصلته أو حصلت عليه هو أن الشعب عرف أن قادة هذا النظام وأن هذا النظام يصدق فيما يقول إذا قال إسلام يعني إسلام إذا قال استقلال يعني استقلال إذا قال حرية يعني حرية طبعا في الإطار الإسلامي وفي إطار القانون العرفي العقلائي ليس هناك لا يوجد في أي نظام من أنظمة العالم حرية مطلقة بحيث يطلق العنان لكل إنتان أن يفعل ما يشاء هذه حرية منضبطة حرية في حدود العدالة ومصالح الشعب وجد الشعب أن هناك شيء من هذا القبيل لمسه بكل وجوده الذي نقوله أنه كان ينبغي لإخوتنا ونرجو وما زلنا نأمل أن الأمور تصلح في مصر نحن لسنا من القانطين ولا من اليائسين ما زلنا نأمل الأمل الكثير بأن إخوتنا في مصر يقوم بدور بناء يجر إليهم ثقة الشعب ثقة الشعب هي ثربتنا وليست أمريكا لكن بما له علاقة بموضوعنا تقريب رغم أن ما جئت على ذكري يحتاج إلى كثير من النقاش يعني في عهد مبارك لم نسمع أن مسلما ينتمي إلى مذهب معين سحلة في الشارع لكن في عهد الإخوان الشيخ حسن شحات المعروف بالفضل بالأخلاق الحسنة سحلة على كبر سنه وقد جاوز الخامسة والستين هو وأقرباءه وقتل شر قتل في مصر وجاء ذلك بعد مجموعة من المؤتمرات ضد الشيعة بعد الندوات إلى درجة النموديع كان في قناة فتنوية عندما قيل له عبر السماعة أن فلان قتل كبر وقال الحمد لله لقد انتصرنا على هذا المجوسي يعني عندما تخفق حركة في توحيد المسلمين كيف يمكنها أن تقنع الآخر ببعدها الإنساني نعم يعني الذي حصل في مصر مؤسف جدا مصر كانت البلد الأول الذي رفع راية التقريب كان الأزهر الشريف وكانت القاهرة هي كعبة المفكرين الذين يدعون إلى الوحدة والتقريب منهم الشيخ محمود شلتوت ومحمد الغزالي وكبار علماء الأزهر نعم صحيح وما زال يعني ما زال الأزهر الشريف فيه كبار علماء على نفس الحالة وعلى نفس النمط وعلى نفس الخط قبل أن تكمل شيخنا هل بينكم علاقة قوية مع الأزهر تبادل فكر معلومات استراتيجيات للتقريب بين المذاهب الإسلامية هناك طبعا علاقات حميمة مع كثير من علماء الأزهر والآن عندنا يعني هناك بعض علماء الأزهر يواصلون عمل التقريب وهناك دار تقريب في القاهرة لكن الذي يؤسفنا هو هذا الذي أردت أن أقوله أنه الوضع الذي فرضه الحكم والوضع الجديد الذي جاء الذي كنا نأمل أن يقوى به التقريب أو أن تقوى به الدعوة للتقريب إنعكس الأمر يعني لم نجد ما يشجع من التقريب أغلقوا كل الأباب علينا يعني أنا كمسؤول في مجمع التقريب أكثر من سنة وأسعى إلى أن أحصل على فيزا تأشير الدخول إلى مصر منعوني عن الدخول إلى مصر حتى في العهد الجديد يعني في العهد القديم كان القضية أسهل يعني كان هناك بعض التردد على مصر لا في العهد الجديد صعوة الأمور يعني أصعب الشيخ التسخير عائلة الله التسخير الذي كان الأمين العام قبلي وهو من كبار علماء المسلمين ومن الرواد التقريب من الرواد التقريب خمسون سنة في هذا السياق وهو عالم كبير مفكر دعية لاجتماع من قبل المؤتمر الإسلامي وهذا اجتماع دولي يعني على كل دولة استضافت المؤتمر الإسلامي أن تعطي تأشير لأعضاء هذا المؤتمر لدخول ذلك البلد الآن أمريكا هي محتضنة مثلا لمجلس الأمم جمعية الأمم المتحدة فهي تعطي تأشير الدخول حتى لرؤساء الجمهور الإسلامية والإقادة الدول التي تختلف مع أمريكا في كل شيء لكن أخوة في مصر منعوا الشيخ التسخيري من دهول مصر حتى لغرض الاشتراك في هذا المؤتمر الذي هو مؤتمر دولي وامتنعوا من إعطائها تأشيرا مع شدة المتابعات التي تابعناها وطلبنا من السفارة المصرية ومن قائم الأعمال السفارة المصرية في طهران على إتحاد هذه الحالة ثم أن يأتي قائد وزعيم بلد كبير مثل مصر يشترك في مؤتمر يكفر فيه المسلمون يشترك في هذا المؤتمر ويدعم هذا المؤتمر بمشاركته في هذا المؤتمر ثم يأتي ناس يخاطبون المسلمين بخطاب عجيب يعني يكثرون المسلمين يبيحون دماء المسلمين هذا الذي لم يحصل لم يحصل شيء من هذا القبيل لا في عهد حسن مبارك ولا في عهد أنور السادات ولا في عهد عبد الناصر ولا في عهد أي رئيس آخر حتى في السعودية يعني في السعودية أيضا لم نشهد شيء من هذا القبيل مع أن السعودية هي الدولة المتقدمة في التكفير وفي الفتاوى الإباحية من هذا النوع هذا يؤسفنا يعني ونحن يؤسفنا كثيرا أن نجد أن إخوتنا الذين كنا نأمل فيهم أن يكونوا هم الدعاة إلى التقريب والدعاة إلى التحرير والدعاة إلى الاستقلال عن الولايات المتحدة وعن الصهيونية في قراراتها وإذا بنا نجدهم يقفون في الموقف الذي لا ينفع إلا الصهيونية يعني في أقل من سنة من حكم مرسين عقدت ثلاث مؤتمرات في القاهرة عن الشيعة وإيران وضرورة طرد إيران من العالم العربي لكن شيخ محسن بعض المراقبين الذين يتابعون حركة التقريب في العالم الإسلامي يقولون أن بعض الدول الخليجية ودعنا أقول بكل صراحة السعودية وقطر على وجه التحديد هكذا يقول المراقبون لعبوا دورا كبيرا في توجيه الحركة باتجاه النفور إلغاء الصراع العربي الإسرائيلي وإحلال الصراع السني الشيعي محله مدام الأمر كذلك إذا صح قولهم هل حاولتم التواصل مع السعوديين بالدرجة الأولى ودعوتهم إلى الكف عن نشر الفتنة في العالم الإسلامي باعتبار أن الكثير من الفضايات تمول من رجال أعمال من السعودية أو الكتب التي تشق عصى المسلمين أو الفتاوى المكفرة للشيعة منطلقها أرض نجد إن صحى التعبير هل بينكم صلاة للحد من هذا التنافر المذهبي في العالم الإسلامي؟ المحاولات التي بذلت كثيرة جدا طبعا نحن نعتقد أن هذه المحاولات أنتجتها لو لا أن هناك محاولات كثيرة في تحجيم حركة التكفير وفي الوقوف في وجه هذا التيار الدموي والتيار المخرب والعدام لو لا هذه الجهود والتي اشترك فيها كبار علماء الإسلام من كل البلاد اشترك فيها علماء إيران واشترك فيها علماء مصر أنفسهم واشترك فيها علماء السودان وحتى بعض علماء السعودية وكثير من علماء بلاد الخليج وكثير من علماء الشمال الأفريقي على كل مختلف وكذلك تركيا هناك جهود كثيرة بذلت في هذا الصدد والذي نجده الآن من حملات التكفير والتشويه بالرغم من أنها مؤلمة جدا ولكنها محدودة بالرغم من ذلك ولولا هذه الجهود التي بذلت وهذه الاتصالات التي حصلت لما استطاع العالم الإسلامي أن يعيش في حالة أمن النسبي وهدوء النسبي ولاشتعل العالم الإسلامي كله شرقا وغربا وتحول إلى مصرع مشتعل بالدماء مشتعل بالحروب مشتعل بالفتن التي لا تدعو شيء ولا تدر إذن كانت السعودية مستجيبة لما طرحتموه يعني انسجمت معكم في طرح إلغاء التنافر والتقريب بين المسلمين كان هناك شيء لكن لا نقول أن هذه الإسلامي كانت كاملة هناك اتصالات سواء مع السعودية أو مع غير السعودية حتى مع الأخوة في مصر كانت هناك اتصالات كثيرة كانت تؤثر في فترة ثم حينما يأتي الضغط الأمريكي وحينما يأتي تأتي الإشارة الأمريكية أو تأتي الإشارة الصهيونية في الواقع كانت الأمور تتبدل يعني تغير هذا الذي قام به مجمع التقريب كان له الأثر الكبير في اعتقادنا ونحن نأمل ونمد أيدينا إلى كل علماء الأمة المخلصين وإلى علماء الإخوان المسلمين وإلى قادة إخوتنا في إخوان الإخوان المسلمين أن يبذلوا أيضا هم جهودهم في عمل التقريب نحن لا يمكن للسنة أن يزيلوا الشيعة من عالم الوجود ولا يمكن للشيعة أن يعيشوا من دون أهل السنة دعني أعود للحديث الصحيح الذي يتفق عليه كل المسلمين سنة وشيعة إباضية وزيدية وإسماعيلية وهو بتخريج آلاف المحدثين لا إله إلا الله حصني من قالها دخل حصني وأمن من عذابي نأمل أن يأتي ذلك اليوم الذي يصبح فيه هذا الكلام كلمة التوحيد هي حصن المؤمنين جميعا شيخنا قبيلة نهاية الحلقة وقد أشرفت على الانتهاء أسستم في مجمع التقريب لجنة المساعي الحميدة لتوحيد الرؤى لجمع المسلمين لإرجاع المسلمين إلى خط أن هذه همتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هل أنجزتم شيئا لحد الآن؟ مثلا في الملف السوري في الملفات الإسلامية الأخرى؟ اجتمعنا الاجتماع الأول قبل ثلاث أشهر تقريبا في بيروت واتفقنا على خطة عمل وبدأنا بهذه الخطة وما زلنا نواصل عملنا في هذه الخطة ولعلنا نلتقي في المستقبل القريب بقادة سورية وأيضا التقينا بقادة بعض الإسلامية الأخرى وتداولنا معهم الحديث في هذا الشأن وما زلنا نتابع العمل أن نرجو أن ينتج إن شاء الله تعالى يعني في ختام هذه الحلقة آية الله الشيخ محسن الأراكي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات شكرا لكم وجميع المشاهدين مشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة في أمان الله موسيقى اشتركوا في القناة